هل باتت إيران على مرمى حجر من بداية مرحلة جديدة مع صراعها مع الولايات المتحدة؟ مرحلة تبدو فيها إدارة البيت الأبيض أكثر ميلاً للحلول العسكرية فيما يخص الملف النووي لطهران فالصقور في طريقهم للسيطرة على مصنع القرار الأمريكي بعد قرار الرئيس ترامب تعيين سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون مستشاراً للأمن القومي بعد تعيين مايك بومبر وزيراً للخارجية وجينة هاسبل رئيسة لوكالة الاستخبارات المركزية وبحسب مسؤولين سابقين في البيت الأبيض فإن تعيين بولتون ليس أقل من وصفه حرباً مع كوريا الشمالية أو إيران فالرجل يمثل أحد أسوي أوجه المغامرة في السياسة الخارجية الأمريكية فهو من أنصار التدخل العسكري والحروب الاستباقية إذ كان أحد مهندسي غزو العراق في 2003 كما دعا أكثر من مرة إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران لتغيير نظام الحكم فيها وكذلك دعا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي معها الحرب مع إيران أصبحت إذن احتمالاً حقيقياً مع وجود جون بولتون كمستشار للأمن القومي الأمريكي كما تقول مجلة The American Conservative وهو الأمر الذي أثار كثيراً من القلق في العراق لدى الأطراف السياسية الأكثر قرباً من إيران لسيما وأن البلاد مقبلة على انتخابات تشريعية قريبة يسعى حيدر لعبادي من خلالها إلى تقديم نفسه كخيار إيراني أمريكي يعكس رغبة مشتركة في استمرار مرحلة من التفاهمات بين طهران وواشنطن غير أن ذلك ربما لا يكون متاحاً للعبادي إذا ما وصلت الأمور إلى طريق مزدود وطلبت واشنطن من بغداد تحديد موقف واضح من الصراع مع إيران موقف يصعب على الإعبادي الأقدام عليه في ظل الدعم الإيراني لحكومته ما يرجح معه محللون أن يكون العراق ساحة لصراع أمريكي إيراني لا يبدأ بالمناورات السياسية ولا ينتهي بالعمل العسكري